اشتركوا في القناة ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى واعرب جلالته عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد على التعاون القائم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والذي له اسهامات بارزة في تعزيز مسيرة التنمية والبناء التي تصب في صالح الوطن والمواطن كما اعرب عن شكره لرئيسي واعضاء مجلسي النواب والشورى على دورهم وجهودهم في تبني وانجاز تشريعات متطورة تسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين المتميزة في تكامل الخدمات وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار التي تسهم في خلق الفرص النوعية للمواطنين وترسيخ قواعد الدولة المدنية القائمة على العدالة والمساواة وحماية الحقوق والحريات واحترام القانون ونشر قيم الوساطية والتسامح واطمأن جللته على مدى التعاون القائمة بين السلطتين التنفيذية والتشرعية في هذه الايام المباركة من شهر رمضان الفضيل الذي يتعزز فيه اعلاء قيام الدين الاسلامي والمتمثل في التسامح والتآلف وحدة القلوب المتجهة الى الله سبحانه وتعالى دعيا المولى عز وجل ان يعيد شهر رمضان المبارك على الجميع بالخير والبركة وعلى مملكة البحرين واهلها الكرام بالامن والازدهار ونوه جللته حفظه الله بان المواطن هو دائما محور التنمية واساسها وان كل جهد واسهام من المواطن في رفعة الوطن دعما للمسيرة التنموية الشاملة هو جهد مقدر ومصدر فخر واعتزاز للجميع كما اكد جللته على توفير المزيد من الحياة الكريمة للمواطنين والحرص على استدامة توفير الخدمات المتكاملة والتوظيف الامثل للموارد الوطنية مع مراعاة المحافظة على حقوق ومكتسبات المواطن من جانبهم رفع رئيسا مجلسي النواب والشورى الى جلالة الملك المفدة بلغ الشكر وعظيم التقدير والامتنان على دور جلالته الكبير ودعمه سائلين الله ان يحفظ جلالته ويوفقه لمواصلة مسيرة الخير والتنمية والتطور في المملكة التي تنعم بفضل قيادة جلالته بالامن والامان والرخاء اشتركوا في القناة